دكتور محمود والسيادة النائب والجارة النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة ده كان برضو وجودنا في العاصمة في هذا التوقيت لإعلان ترشح الرئيس بعد ثلاثة أيام من عرض هذه الإنجازات كان لي دلالة كيف خرقت المشهد دكتور محمود؟ طبعا يعني مشهد أنا أعتقد مشهد مؤثر على مدى ثلاثة أيام الحكومة والرئيس وحكومته قدروا يستطيعوا أن هم يردوا على كثير من الأكاذيب وكثير من المزاعم ويكروا بوجود بعض المشاكل احنا شوفنا الرئيس نفسه بيسأل وزير التموين ما زلت سيكر على الأسعار وزير التموين طرح يعني اقتراحات أو طرح اقتراحات خديدة الحكومة يعني لحل مشكلة الأسعار وبعض أنه في بعض السنة على المشهد المشهد من اليوم الأول في كل المجالات لأن فعلا يعني فيه أمور كثيرة تمت وفيه إنجازات كبيرة ومع ذلك أيضا ما حدش يقدر إن فيه مشكلات لكن ما نخليش المشكلات تنهي جهد كبيرة عمل جهد كبيرة عمل بفضل المصريين وبفضل الأول لله طبعا وللجهد الحكومي وللجهد الشهداء الذين دفعوا سمن حتى نستطر والجهد ما تعملش بسهولة ده تعمل بتخطيط وبفكر وبفلوس وأيضا بتحمل بتحمل شتائم ورزالات وتشكيل طول الوقت ومع ذلك تمت هذه المشروعات تقريبا ما فيش مجال لم تمتد إياه يد التنمية أو يد العمران فيه حاجات اجتملت وبانت وفيه حاجات يعني النهاردة من ضمن الحاجات وأنا مبسوط إنك بتنوي على العاصمة الإدارية ناس كتيرة شككت إن العاصمة الإدارية أصلا تكتمل أو حتى إن الحكومة تنقل في العاصمة الإدارية أو أي حاجة لكن ده النهاردة احنا شفنا الرئيس حتى قبل ما يجي المؤتمر اجتمع مع الحكومة في مكررهم الجديد بالعاصمة الإدارية فكل دي حاجات تدل على إن الدولة المصرية انتقلت خلال العشر سنوات انتقلت للأمام وتقدمت ومازالت لديها أحلام ومازالت لديها أفاق للتقدم والتنمية إن شاء الله أكتم على أخير الأيام الجاية أعجبني مقولة الرئيس بترحيبه وبالتعدد والمرشحين المحتملين المنافسين هذه مبادرة طيبة تؤكد إن شاء الله إن الانتخابات ستكون وستعبر بجدارة عن عرافة الشعب المصري وحضرته والناس كلها يبقى عندها كل الاختيارات وإحنا يبقى عندنا ستة مرشحين تقريبا فتقريبا بيمثلوا في معظم الاتجاهات السياسية والاقتصادية فالناس عندها بهم الناس تنزل وتشارك وتختار ما تريد وإحنا شوفنا الرئيس بنفسه حتى يعني رجل يعني من إخلاصه وشفيته دعا إن لو ربنا هيوفق حد تاني أو يعني حد تاني هيكون أفضل فربنا يوفقه ربنا لا هو أولى فيوفقه فدي يعني تدل على إن النواية كلها طيبة والأمور كلها تسير إن شاء الله وبفضل الله وبجهد الشعب المصري وبوعي تسير إلى الأرض كل شكرا تقدير دكتور محمود مسلم على هذه المدخلة السريعة التي تعكس